ترجمة نانسي قنقر والسلع الأساسية في الأسواق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في حال استمر الوضع الاقتصادي الإيراني الحالي بهذا الشكل وأكد رئيس غرفة التجارة في طهران خلال اجتماع لممثلي غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة في طهران أن المنتجين يواجهون مشاكل للاستيراد عبر الجمارك حيث لم تحصل بضائحهم على شهادات للترخيص إلى الآن اشتركوا في القناة